بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على عشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في جلستنا لهذا اليوم في مجال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه سعيد ومتشرف بتواجدي معكم مرة أخرى في هذه الجلسة والتي سيكون عنوانها بإذن الله أهداف العلاج التربوي لذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بإذن الله سنتحدث في هذه النقطة ونفصل عن أهداف العلاج التربوي وكنا تحدثنا عنه في جلسات سابقة بشكل بسيط أو ألمحنا عنه وعن دوره في العلاج وأنه أحد ركائز العلاج للأطفال الذين لديهم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه نبدأ على بركة الله يهدف العلاج التربوي للطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لمساعدة الطفل للوصول إلى أقصى قدراته تعليميا وكذلك اجتماعيا فالمدرسة لها تأثير قوي وفعال في مساعدة الطفل إذن العلاج التربوي باختصار من أهم أهدافه التي يسعى لها هي تطوير مهارات هذا الطفل للوصول إلى أقصى قدراته نحاول أن نقوم بتطوير للوصول إلى أقصى درجات النضج والتطور في شتى مجالات الحياة لديه من خلال العلاج التربوي هذا هو الذي سنصل إليه بإذن الله وهو له دور قوي وفعال في مساعدة الطفل لأن غالبية وقت الطفل أو لنقول يمضي الكثير من الوقت داخل المدرسة تقريبا سبع ساعات داخل هذه المدرسة سبع ساعات ست ساعات يمضيها داخل المدرسة تشكل أثرا كبيرا على شخصية هذا الطفل فالتدخل فيها سيصبح فعالا ومؤثرا بشكل كبير دراية المعلم بهذا الموضوع جدا مهمة حيث أن ردة فعله وتعامله مع الطفل سيختلفان تماما عند معرفة سبب سلوكيته إذن المعلمين عادة هم الدرع الأمامي لاكتشاف هذه الحالات هو أول من يواجه هذه الحالات أكثر من يتعامل بشكل مباشر مع هذه الحالات بعد الوالدي هذا الطفل فربما هو يكتشف بعض هذه الحالات فمن المهم جدا أن يكون لدى المعلم معرفة بالطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ليعرف كيف يتعامل مع هذه السلوكيات التي تصدر من الطفل ويغير نظرته كذلك تجاه هذه التعامل مع هذه السلوكيات المعلم في كثير من الأحيان هو من يكتشف المشكلة ويحول الطفل إلى العيادة بعد موافقة الأهل في كثير من الأحيان نحن كما تحدثنا قبل قليل هم في الصف الأمامي في التعامل مع هؤلاء الأطفال المعلمين فهو ربما في كثير من حالات سيكتشف حالة هذا الطفل بالتواصل مع المرشد مع أهل هذا الطالب سيقوم بتحويله للعيادة عند ملاحظته لهذه السلوكيات التي تصدر منه ثم القيام بحلها وتعديلها وعلاجها تربويا لا نتحدث هنا عن العلاج الدوائي لأنه الغير مختص بالمعلمين نحن نتحدث عن العلاج التربوي تحديدا مع هؤلاء الأطفال لا بد للتربوي الناجح من معرفة مراحل النمو للأطفال حتى يتعرف على ما هو شاذ و ما هو طبيعي لهذه المرحلة لتقديم العلاج و الوقاية معا إذن لا بد أن يعرف مراحل النمو المختلفة ما هي السمات السلوكية ما هي المظاهر التي تكون في العمر عندما يكون عمر الطفل سبع سنوات عندما يصبح عمر الطفل في جميع المراحل لكن نحن نتعامل مع هؤلاء الأطفال في كثير من الأحيان بعد في عمر ست سنوات إلى سبع سنوات و حتى التخرج من مرحلة ثانوية يجب علينا إدراك يجب على التربوي أن يدرك ما هي السلوكيات المتوقعة ظهورها نمو هذا الطفل يجب لديها أن يكون معرفة بمعنى ربما نقول علم نفس النمو لهؤلاء الأطفال و المراهقين الذين لديهم اضطراب فرط حركة و تشتت انتباه لكي يعرف ما هي السلوكيات المناسبة أو التي تظهر في هذا العمر و ربما تظهر في هذا العمر و كذلك السلوكيات الغير مناسبة حدتها مدى تكرارها و ما إلى ذلك من المعلومات التي يجب عليه معرفتها لأنه في النهاية بالتأكيد سيصل لتقديم العلاج و الوقاية معا من المعلومات ذات القيمة للقيام بدور تربوي فعال هي التعرف على اضطرابات الطفولة كالضراب فرط الحركة و تشتت الانتباه من المهم جدا كذلك لدى المعلم أن تصبح لديه لا نقول معرفة متخصصة في جميع الاضطرابات و لكن أن يكون لديه إلمام بسيط في جميع هذه الاضطرابات التي ربما تواجهه في داخل الصف من الأطفال و المراهقين الذي يتعامل معهم لكي يستطيع معرفة السلوكيات الشاذة غير الصحيحة التي تصدر في عمر معين و يتعامل معها من هذه الاضطرابات التي يجب عليه كذا معرفته هي اضطراب فرط الحركة و تشتت الانتباه و الذي من أبرز سماته عدم قدرتهم على البقاء في أماكنهم أو على مقاعدهم و عدم تمكنهم من إنهاء المهام التعليمية المطلوبة منهم إذن هذه أبرز السمات الموجودة لا ينجز المهام المطلوبة منه و لا يستطيع البقاء في مكانه كذلك و هي أهم ما يجب على الطالب داخل الفصل مع المعلم إذا ما يقوم المعلم و تعب على إعداد و شرح هذه الدروس ثم يقوم هذا الطفل بإصدار هذه التصرفات بالتأكيد المعلم في البداية سيقوم بالتنبيه ثم الطفل هذا بيوقف شعر رأسه و سيغضب من هذا الطفل يقوم بإخراجه من الفصل إقافه عند المدير استدعاء و ليأمر هذا الطفل العديد من المشاكل التي ستظهر إذا لم يكن لدى المعلم الدراية و المعرفة الواضحة بسلوك هذا الطفل خصوصا أهم ميزتين يجب أن تكون لكل طالب داخل الفصل و داخل الصف الجلوس في مكانه إنجاز المهام و الواجبات التي ستطلب منه داخل الصف هذه من أهم الأمور التي داخل الفصل و المعلم يقوم بطلبها من هؤلاء الطلاب و المراهقين داخل الصف إذا لم يلتزم الطفل و المراهق بهذه الخصائص الأهم داخل الفصل فإنه بالتأكيد سيحدث توترا و إزعاجا و سيصبح مشتتا لنفسه هو مشتت لبقية الطلاب و مشتت للمعلم و كل من هم حوله فيجب أن يعرف المعلم ما هي الطريقة الأفضل للتعامل مع هؤلاء الأطفال وجود أحد هؤلاء الطلبة في الصف يشكل تحدي لمعلم التعليم العام فهو غير معد تربويا للتعامل مع تلك المشكلة السلوكية و التربوية لعدم عيه بالإضطراب إذا كان لدي في الصف وجود طالب لديه هذه المشكلة فإنه سيسبب تحدي لمعلم التعليم العام إذا لم يكن لديه معرفة و طبعا هو حتى إذا كان المعلم لديه معرفة و لديه التخصص فإنه كذلك سيصبح هذا الطفل تحدي هو تحدي لمن؟ لكل من يحاول أو لديه تعامل مع هذا الطفل الوالدين الإخوان الزملاء داخل الصف المعلمين هو يشكل تحدي لهؤلاء الأشخاص جميعا سيتعبهم كثيرا يحتاجون إلى شراح في الصدر سعة بال في التعامل معه التعامل معه ليس معقدا ولكن يحتاج إلى شراح في الصدر سعة في البال صبر للوصول للأهداف و السلوكيات و الأهداف التربوية التي نقوم بوضعها ليصل إليها فمن المهم جدا أن نتعرف على هذه الخصائص لهؤلاء الأطفال هذا قد يدفع المعلم أن يسيء تفسير سلوك الطفل ذو الإضطراب و يعتبر تصرفه عملا متعمدا و صورة من صور تحدي سلطة المعلم فيلجأ للعقوبة و يدخل كل من المعلم و الطالب في حلقة مغلقة من سوء التفسير و السلوك بشكل يؤثر سلبيا على النواحي التعليمية و النفسية و الاجتماعية لهذا الطالب إذن داخل الصف لنتخيل هذا المشهد لدينا المعلم بالتأكيد دائما لديها السلطة الأساسية داخل الفصل إن ما يريد أي طفل القيام الإجابة على السؤال الخروج من الفصل التوجه إلى الفسحة يقوم بالطلب ذلك من الأستاذة السلطة داخل الفصل بالتأكيد هي للمعلم الاحترام للمعلم إذا أصبح لديه الطفل اضطراب فرط حركة و تشتت انتباه سيدخل في تحدي مع هذه السلطة بسبب المشاكل التي تحدثنا عنها سابقا الخارج عن إدارتهم هؤلاء الأطفال الذين لديهم اضطراب فرط حركة و تشتت سباه و كذلك المراهقين سيرى المعلم عندما يقوم هذا الطفل من مكانه أو يقوم برمي فجأة رمي قلم على زميله ثم الضرب و النقر على الطاولة و كل ذلك خلال ممكن دقيقة واحدة و ليس طوال الحصة سيرى أن في ذلك تعدي على الأستاذ و عدم احترام للأستاذ بالتأكيد لو صدرت من طفل عادي هي ليس فيها احترام من طفل ليس لديه اضطراب فرط حركة و تشتت انتباه و لكن إذا أدرك المعلم أن هذا الطفل تنتج عن هذه السلوكيات بسبب اضطراب فرط حركة و تشتت الانتباه الذي لديه ستغير العدسة و النظرة التي يرى فيها الطالب و بذلك سيقل الشعور بالاحتقان و التوتر و الغضب تجاه هذا الطفل أو المراهق الذي لديه اضطراب فرط الحركة و تشتت الانتباه في العلاج التربوي نتحدث قليلا عن دور أولياء الأمور أولا إعطاء الطفل المحبة من دون شروط التدريب كذلك على التعامل الصحيح مع الطفل التواصل مع المدرسة و المعلم و متابعة التقارير الخاصة بالطفل إذا المهم جدا لأولياء الأمور التعامل بمحبة مع هذا الطفل بدون شروط اسمع كلامي نعطيك كذا اسمع كلامي تأخذ كذا يجب في أو لنقول المحبة لهم لا تكون بشروط أكون غاضب متجحب منهم لدي فعال ضدهم إذا لم يقم بالمهام و الواجبات التي يكلف بها بالتأكيد نحن نتحدث عن الصرامة في تطبيق السلوكيات الصحيحة مع هؤلاء الأطفال ولكن يجب كذلك أن يكون يشعر هذا الطفل أن يقوم بعمل هذه الأشياء بسبب محبة له وجود المحبة و العطف من الوالدين و كذلك المعلمين الذين يتعاملون مع هذا الطفل من المهم جدا أن يكون هناك تواصل فعال بين الأهل و بين المدرسة للوصول إلى ما نطمح إليه من أهداف و مهارات يجب أن يكتسبها هذا الطفل تحتاج إلى العمل و الصبر على مدى بعيد للوصول إلى النتائج المرغوبة و فيجب أن يكون هناك تواصل فعال إيجاد نقاط القوة لدى الطفل و العمل على تنميتها العمل كمدافع عن حقوق الطفل متابعة دواء الطفل و فعالية في المدرسة و خلال جلسات الواجبات المنزلية إذن من المهم كذلك أن يوجد نقاط القوة و تنميتها و كذلك الضعف و العمل على حلها من المهم في التعامل مع هؤلاء الأطفال كذلك أن يكون لدى الوالدين الخبرة الكافية و أن يتدربوا على كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال النقطة الأخيرة لدينا الاهتمام بأن يكون العلاج و الدواء الذي يتناوله يصرف في الوقت المناسب بالنسبة هذا التوجيه لي أو لأمور الأطفال يجب أن يصرف لديه في الوقت المناسب للوصول كذلك لأهدافنا المرجوة يجب أن تعمل هذه أول ركائز الأساسية لعلاج الأطفال الذين لديهم اضطراب فرط الحركة و تشدد انتباه أحب أن ننبه لكي تتضح الصورة لدينا نحن في هذه الشريحة نتحدث عن أهمية و دور أولياء الأمور في صرف العلاج و الاهتمام بأن يكون العلاج يتناوله في الأوقات المحددة نحن تحدثنا في جلسات سابقة لكي تتضح الصورة لمن لم يكن معنا في هذه الجلسات أن العلاج مع هؤلاء الأطفال يجب أن يعتمد على ثلاث ركائز أساسية علاج دوائي و يشكل نسبة كبيرة ربما تصل إلى 70 أو 80% من تعديل و تخفيف حدة هذه الحالة و السلوكيات و الاندفاعية و فرط الحركة تتضح الانتباه لهؤلاء الأطفال و كذلك علاج سلوكي تحدثنا عنه في جلسات سابقة و هذا العلاج التربوي تحدثنا عنه في هذه الجلسة و نقوم بتفصيل بإذن الله في الجلسات القادمة من المهم جدا أن تعمل هذه الركائز معا بالنسبة للعلاج الدوائي المعلم ليس له علاقة بهذا العلاج هو يقوم بالتحويل للطبيب المختص هم من يقومون بصرف هذه الأدوية و جعل مع الوالدين و جعل الابن يتناولها في الأوقات المحددة و ليس المعلم هو المخول بصرفها أو إعطائها للطفل أو أي كان من هذه التدخلات العلاجية و الطبية المعلم يهتم كثيرا بالعلاج التربوي و كذلك العلاج السلوكي إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية جلستنا لهذا اليوم شكرا لكم على إنصاتكم و استماعكم سعدت بتواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر و إلى الملتقى في جلسات قادمة بإذن الله دمتم بحفظ الله و رعايته و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته